حاجات لناك حاجات المهرجانات مثلا شايفة أن أي حد كان بيغني اللون بتاعنا أمرايح عامل مهرجان هو ما نجحش بالعكس عشان أعايز يركب الموجة فيش حاجة اسمها كده يعني أنا مثلا أنا عملت حاجة أنا أوكا أورتيجا بس عملت بلوني وهو بلون هوم عملنا ميرج مع بعض كانت ونية لطيفة جدا أنا اتبسطت بيها وتخضيت من الفيدباك بتاعها بصي أنا طبعا لما لقيتك حطاها في الفضول عايز أشوف حيبة التعاون ده شكله إزاي أصلا فلاقيت لا كلها في منطقته آه هي هي كتا ما هو ده مثلا أنا بقولك علي أنت عايز تنجح ما ينفعش أنك تروح تعمل حاجة مش بتاعتك لأنها تطلع فيك أولا هم ما نجحوا بيها فهي بتعيتهم فمهما حصل النجاح ما نسبلوهم فأنت بس بتبلط بحر زي ما بيقولوا أنت بتعملش حاجة فأنك تعمل فكرة أنك تعمل ميرج ما بين لونك ما بين لونهم ده صح إنما أنا بقى بشوف مثلا ناس قايمين جدا وديهم تقولوهم راح وعملوا يا جماعة ده مش بتاعك وده مش لونك يعني ولو هنتكلم بالبلد يدأك لعيشهم راحين تزحمهم هناك ليه يعني خليك في حتتك وفيه ناس أصلا كان بترفض النوع ده من الغنى لا أنك ترفض دي ما بتعجبنيش بقى فكرة أنك ترفض دي غلط لأنه أنا مش عايز أكلمك كلام كبير قوي عشان برضو عشان أنا أدفع من أن أقولك هي الفكرة الفن زي ما بيقولوا مراية المجتمع ما هو إن ده ينجح معناها إن عندك شريحة كبيرة جدا من الناس بتحب تسمع ده يعني الناس دي شبه الناس دي فيصدقوهم فيسمعوهم فإن أنا أطلع أمنعهم مفيش حاجة يسمعها كده مفيش حكرة على الفكرة أصلا فكرة كلها أنت بقى لازم يكون عندك فنك أنت بقى الموازي الصح اللي هو الأكاديمي المزبوط بدلا أنت مش عاجبك ده أدي فرصة للتاني بس الفكرة كلها إن دلوقتي بقى كل الموجود مهرجانات وإحنا مش موجودين هو اللي كان بيتكلم كان بيتكلم على الكلمات اللي كان بتكون إلى حد كبير مبتزلة وبعض الأصوات والأصوات دي هي أراء وجهات نظر وأزواء لا هو سوري هو الكلمات دي موجودة في الشارع أنت بتعترض على إيه بتعترض على الكلام اللي بتقال ده كلام الشارع أنت عندك قيم بقى يعني قوم ثقافة المجتمع ترجمة نانسي قنقر